فالسلام عليك يا رسول الله يا من وصيت على النساء حتى في آخر خطبة خطبة الوداع قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم وص الرجال ورجال الأمة كلها على المرأة استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندك أسيرات استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان في أيديكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله السلام عليك يا رسول الله صلى عليه صلى الحبيب السلام عليك يا رسول الله اليوم اللي أظهرت لنا لا ده مش بس قولا ده فعلا قبل القول كيف يكون تعامل الرجال مع وكيف يكون تعامل الرجل مع زوجته يوم وفاتك يوم وفات النبي صلى الله عليه وسلم كان في حج امرأة وهي زوجته بين سحرها ونحرها السلام عليك يا رسول الله في يوم المرأة العالمي اللي بيدعوه طبعا عسنا كلها وضع احتفال يوم كلام ده ده مش تابع خلصا ولكن بما إن الكلام فيه نقول ونقول مين اللي له الشكر النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل ودنا دين الإسلام والواحد يعتز بالكلام ده في كل يوم وكل وقت وكل حين كتصالة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الواحد بيحب يذكر في يوم زي دوت فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم اللي جاءها وخصوصا للمرأة يوم لما مسح دموع المرأة قصة السيدة صفية ويهي تبكي وتقول ادتوني الجمل ضعيف يوم لما يسأل من أحب الناس لك لا يستحي ويقول عائشة ما من الرجال قلبوها السلام عليك يا رسول الله يوم وصيت على الرجال على نسائهم قلت خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم له عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا رسول الله يوم قلت في حق البنات لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات يوم مموصى وقال من كان له سلاس بنات وبعد ابنتين أحسن ربايتهم ورعايتهم كانوا له وجاء من النار رحل عنا الحبيب حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الرسالة وقديت الأمان يا رسول الله ونصحت الأمة وكشفت عنها الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء والله سبحانه وتعالى من رسول الله يقول تركت فيكم ما أنت ما استكتم بيه لن تضلوا بعدي أبدا هي سنة كتاب الله وسنتي لكن احنا الآن فين؟ في زمن تهان فيه المرأة في زمن تظلم فيه المرأة واستوصوا بالنساء خيراً كتوسية النبي لم يستوصوا بنا خيراً يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله احنا الآن بنعاني من جاهلية أشد من الجاهلية الأولى جاهلية التعري والفساد والخلاعة بحجة الحرية جاهلية ترك الحياة بحجة التحرك جاهلية الانحراف أو أن ده رأي ورأيكم أنا شخدمة عندكم أنا شجايبيني كذا لسوء فعل أو تصرفات خاطئة من بعض الأفراد فيونسى بالدين ولا عجب الله احنا بنعاني الآن بسبب بعدنا عن نهج رسول الله فالسلام عليك يا رسول الله شاك النبي صلى الله عليه وسلم لرب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة في تلاوته مهجوراً في تلاوته مهجوراً في تدبوره مهجوراً بالعمل به مهجوراً في التحرك به يعني أما يجي تكون المرأة كانت الأول تعامل أولاك لما يجي لها الحد لا تؤكل ولا تشارب وتعامل كساقط متاع ولما يمود زوجها في الجاهلية تورس كبقية التوريس قال الإبن دا ياخد دا ودي تاخد دا حاجة من الزوجات إيه دا المهانة دي وكانت تقود اللي جاي له بنت دي كان يسود وجهه ويدفنوها خلاص جي النبي عليه السلام أعز المرأة ولينا حلقات كتيرة إزاي الإسلام أعز المرأة وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي على المرأة حتى في آخر لحظات حالة الصلاة والصلاة ومملكة أيمانكم